موسيقى من الشلف السجاد اليدوي دي حرفة يدوية طبعا قيمة جدا احنا اعمل منوفية طبعا اصل صناعة السجاد في مصر من السفيد من المشروع عندنا 500 اسرة بيشتغلوا في الانوال في البيت بيتراوح سعر المتر بيبدأ من 5000 جنيه احنا طالعين لحد 30 ألف و 35 ألف المتر بنعمل منتجات طبعية للعناية بالبشرة ما عندهاش اي كيمويات ولا الوان صناعية ولا روايح صناعية فمسلا على سبيل المسأل ده صبون بيبقى بالجزر وهو بيكون متلون بعصير الجزر والروايح اللي موجودة فيها بتبقى اسمها نباتات طبية وعطرية ما فيهاش اي حاجة ارتفيش يعني عندنا كمان شغال معنا حوالي 10 افراد طبعا بأسارهم يعني اصلا مش أسارهم اللي شغالة يعني أسارهم بتنتفع من وراهم احنا بنقدم زيزة تون الطبيعي بتاعنا بتاع شمانسينا احنا اللي بنحصره أراضينا وزراعتنا وحنا اللي بنحصره وبننتجه وبنجيبه نبيعه هنا نسوعه والعجوة بتاعتنا حضرتها اللي بنعملها الستة البدوية اللي هي بتعملها على إدها ما بنحتاجش حد ندخلها مصانع ولا حاجة انا برسم على الملابس استخدم ألوان عليه بقى اللي هي خاصة بالرسم على القماش يعني وكده وبحاول بقى نوع في الرسمات بتاعتي بحاول أخد من التراث بتاعنا البدوية والفلاحة وكل الكلام ووردة البلدي الفلاحة الوردة بتاعتنا الجميلة دي المعرض ملتها الجبال جدا طبعا وأنا بكشوفت أخيالة اللي مصر فيها الجبال الحلاوة دي والجبال ده والناس اللي تقدر تعمل حاجة بأيديها طبعا ده إنجاز في مصر يعني وبجد يعني ربنا يرزقهم ويكتب لهم الخير دايما ويقدروا ينتجوا أكتر من كده إن شاء الله يعني